منصة Threads هنروح لها بسبب للمروح لها إذا أرجع محضراتكم اللي وراء حبتين حوالي 23 سنة 2010 حينما أطلقت منصة Instagram كانت حاجة جديدة وصورة بتاع غير فيسبوك وغير تويتر وما إلى ذلك أخذت حوالي أسبوع أو خلال أسبوع وصلت لمليون مشترك ثم في غضون تقريباً أسبوعين لثلاث أسابيع بدأت توصل إلى المية منصة Threads أو تطبيق Threads اللي وصفوه بأنه قاتل تويتر على مدار أسبوع منذ إطلاقه مساء يوم الأربع الأربعاء الماضي كسر حاجز المليون مستخدم فأقل من خمس أيام مش في أسبوع فأقل من خمس أيام كسر حاجز الميت مليون يمكن كان آخر رقم قياسي لمنصة جديدة كانت موجودة هي كانت تطبيق تشات جي بي تي لكن الرقم كان بعيد عن كده تماماً تماماً وبالرغم من أنه Threads قصر الميت مليون مشترك جديد إلا أنه هذا الرقم بيعد أقل من تلت عدد مستخدمي تويتر حتى هذه اللحظة لأنه عدد مستخدمي تويتر بيقدر بحوالي 350 مليون حساب على هذا الجانب كمان أشارت بعض التقارير الصحفية على رأسها موقع اسمه كلاود فير رادار وده بيرصد حركة الاستخدام اللي موجودة لمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة طبعاً راصد التطور الرهيب اللي بيحصل على منصة Threads بس بيقابلوا كمان تم الإشارة إلى معدل انخفاض في عدد المشتركين على منصة تويتر وده مش بس عشان موضوع Threads يمكن Threads صرعوا شوية اليومين دول لكن الموضوع ده بادئ منذ أن استحوذ أيلون ماسك على موقع تويتر وبسبب الربكة اللي عملها Threads لتويتر حصل شد وجذب كبير جداً على ما بين أيلون ماسك ومارك زاكربيرج مالك تويتر ومالك منصة Threads أو رئيس تنفيذ يعني الميتا المالكة لمنصة Threads مش بس كده كمان إنما بدأ يبقى فيه كلام على تحرك قضائي وإجراءات قانونية محامي المسؤول عن الشؤون القانونية يعني لتويتر اتهم مارك زاكربيرج بالاختلاص المنهجي والمتعمد وغير القانوني للأسرار التجارية والملكية الفكرية لتويتر لإنشاء Threads وعزز كلامه ده بيقول إنه شركة ميتا قامت بتعيين عدد من الموظفين السابقين اللي كانوا موجودين في تويتر وبالتالي عندهم كان عندهم ولا يزال لديهم أو بيتمتعوا بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية الخاصة بتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية فبالتالي من هذا المنطلق بدأت تحركات القانونية من تويتر ضد منصة Threads شركة ميتا الحقيقة نفت هذه الاتهامات وبدأت بقى في ضوء المتغير الموجود ده وجود منصة Threads والهجوم الكبير الموجود من عدد من المستخدمين عليه بالرغم من إنه حتى هذه اللحظة منصة Threads مش شغالة في أوروبا ليه لأنه الاتحاد الأوروبي لسه بياخد إجراءات كده مع منصة Threads فمش مفتوح Threads في أوروبا لكن بدأت بعض الصحف كمان تتكلم أو تتساءل عن مستقبل تويتر وعدد من المواقع بدأت تتكلم عن إنه مستقبل تويتر قد يكون في خطر زي CNN Twitter's future is in doubt إنه في ضبابية على مستقبل تويتر بعدما Threads كسر الميت مليون مشترك ده فيما يخص تطور موضوع Threads ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر